السلام عليكم مشاهدين الكرام نقدم لكم أحوال التقص من قناة النهار أول قناة إخبارية في الجزائر أجواء غائمة مع بعض الأمطار الرادية المصحوبة ببعض الرمال ستخص المدن الشمالية يومي الجمعة والسبت بحول الله نستهل الآن نشرتنا الجوية كالعادة بصورة القمر الاصطناعي وللتوضح لنتمركز بعض السحب وهذا على المدن الشمالية وحتى أقصى الجنوب أما فيما يخص توقعات التقص صبيحة الجمعة الأجواء ستكون من صافية إلى مغشات جزئيا وهذا على أغلب المدن الشمالية محتمال تساقط بعض الأمطار خلال الصبيحة بالمدن الشمالية بالجنوب الأجواء تبقى دائما مشمسة العموم على أغلب المدن الجنوبية باستثناء دائما بعض السحب الكثيفة لحتخص أقصى الجنوب وصولا إلى غاية مرتفعات الأهكار والطاسيلي فيما يخص درجة حرارة الدنيا المسجلة صبيحة الجمعة ستصل إلى 22 درجة بكل من مدينة عنابة وحتى الجزيرة العاصمة سجلوا 20 درجة بمدينة وهران وكذلك تلمسان 22 بالمدية مع سكر 24 درجة باقسنطينة 26 باستيف 22 درجة ببيتنا 24 درجة بشلف وكذلك بجاية بالجنوب سيتم تسجيل 30 درجة ببشار وحتى أدرات 32 درجة بعنس 28 درجة بتندوف وكذلك أقصى الجنوب بمنطقة عنقزام سجل 22 بـ 28 درجة برقلوة 28 درجة بمنطقة الواد نموه الآن لتوقعات التقصي ظهيرة الجمعة الأجواء ستكون غائمة مع احتمال تساقط بعض الأمطار الرادية وهذا على أغلب السواحل الوطنية بالمدن الداخلية الأجواء تبقى دايماً أمطار الرادية احتميز المرتفعة الداخلية الغربية الوسطى وحتى الشرقية بالجنوب تبقى دايماً الأجواء مشمسة على العموم باستثناء بعض الرعود المحلية لحتى تنشط على أقصى الجنوب هذه الوضعية الجوية ترفقها درجة حرار وقص وستصل إلى 32 درجة نسجلها بمدينة وهران 33 درجة بالجزائر العاصمة 34 درجة بمدينة عنابة 38 بمعسكر 32 درجة بكلمسا 40 درجة نسجلها بتزيوزو 42 بقلمة 36 درجة بمدية 40 كذلك بشلف وباتنا وحتى الصيف بجاياً سجل 36 درجة بالجنوب سيتم تسجيل 44 درجة ببشار 45 درجة بمدينة تتين دوف 47 بأدى 49 درجة مئوية تحت الظل كأهل مقياس نسجلها بمنطقة عين صالح 36 بـ 46 درجة بورقلا وكذلك الود 42 درجة بأقصى الجنوب بمنطقة عين قزا نمر الآن إلى إطلالة خفيفة على السواحل الوطنية والبداية تكون كالعادة من سواحل بنصاف نحو وهران مصغن سيكون بحر مضطر بفقر رياح المتغيات لاتجاه إلى شمالية شرقية تراوح سورتها ما بين 15 إلى 25 كم في الساعة أما من سواحل مدينة تيبازا نحو الجزاء العاصمة بومردس وبيجاية سيكون كذلك بحر قليل إطراب إلى مضطرب بعد الزوال وفق رياح شرقية إلى شمالية شرقية تراوح سورتها ما بين 30 إلى 50 كم في الساعة أما من سواحل مدينة تيبازا نحو اسكيك داعناب إلى غاية القالة سيكون كذلك بحر قليل إطراب وفق رياح شرقية إلى شمالية شرقية تراوح سورتها ما بين 20 إلى 40 كم في الساعة مع درجة مياه البحر ستكون دافئة ستصل إلى 26 درجة مئوية قبل أن نختم نشرتنا الجوية نتجه اليوم لولاية بويرة والتي تقع شمال الجزائر تبعد عن الجزائر العاصمة بـ 96 كم والذي يحبت زيارة المدينة خلال الأيام القليلة القادمة فإن التقص بها سيكون منطر وهذا يوم الجمعة ومن مشمس إلى باع احتمال بعض الأمطار الرادية يومي السبت والأحد مع درجة حرارة دونية تراوح ما بين 23 إلى 26 درجة خلال الصباحة وما بين 32 إلى 42 درجة خلال الظاهرة الريح فيها رح تكون قوية يوم الجمعة حيث ستصل إلى 71% ضعيفة يومي السبت والأحد حيث ستصل إلى 10 كم في الساعة نسبة الرطوبة رح تكون هي الأخرى منخفضة حيث ستصل إلى 49% في الأخير نختم نشرتنا الجوية بورقة المعلومات الفلاكية لشروق وغروب الشمس التي تخص الجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن بهذا مشاهدين الكرام نصل وإياكم لختم نشرتنا دمتم في رعاية لوحفظه السلام عليكم